بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في قاعدة الطهارة ومعناها أننا إذا شككنا في شيء أنه طاهر أو نجس نبني على طهارته وهذه قاعدة مهمة لأنه لو لم تكن هذه القاعدة أنا أريد أن أصلي في ثوب وفرضنا أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرة زين أنا كيف أعرف هذا الثوب طاهر إلا أن أروح غسلة مثلا وإلا لا أدري هل هو طاهر أو نجس ممكن واحد يقول زين ما أدري أنه نجس صحيح لكن المفروض أن المطلوب مني أن أصلي بثوب طاهر فلا بد أن أحرز مثلا لو قلنا المطلوب هذا الطعام لو قلنا إنما يجوز أكل الطعام الطاهر الآن هذا طعام مشتري من المطعام مرت عليه أيادي كثيرة من يقول طاهر لو واحد قالوا من يقول نجس إيه من يقول نجس لكن مو معناه أنه طاهر نحن نريد أن نثبت الطهارة بأصل الطهارة طيب هذا أصل الطهارة في الأشياء متى يجري متى نعمله إذا كان هناك شك أما إذا علم حال الشيء فلا معنى للأصل هذا الشيء أنا أدري فيه صار عليه دم خلص شفته قدامي أجي أقول الأصل الطهارة هنا علم بالنجاسة أو أعلم بالطهارة جيت غسلت في طاولة عندي غسلتها زين طهرتها الآن أقول هذه الطاولة طاهرة إذا واحد سألني قال لأصل الطهارة الجواب لا أنا أعلم بأنها طاهرة أنا طهرتها أصل الطهارة يجري في حالة الشك إذا واحد ما يدري هذا الشيء طاهر أو نجيس كل شيء لك طاهر زين بعد السؤال فيه نسبة معينة خمسين وخمسين بالمئة لا لو تسعين بالمئة عنده أن هذا الشيء نجيس وإحتمال عشر بالمئة أن يكون طاهرا يبني على طهارته إلا إذا حصل علم بعد لا يكون عندنا استصحاب منقح للطهارة أو للنجاسة هذا الشيء أمس كان نجيسة هذا الشيء أمس كان نجيسة الزولية أمس تنجيسة الآن أنا ما أدري طهروها أو لا ما أقدر أقول كل شيء لك طاهر أنا أدري هذه أمس كانت نجيسة أستصحب النجاسة أو العكس الطهارة أمس هذه الزولية غسلوها قدامي شفتها طهرة اليوم شكيت أخافت نجست أيضا ما أجري أصل الطهارة لأن عندي استصحاب الطهارة الاستصحاب مقدم على أصل الطهارة يعني نشوف الحالة السابقة شنو نستصحبها إذن أصل الطهارة أولا يجري حين الشك ثانيا إذا لم تؤلم الحالة السابقة وإلا فتستصحب الحالة السابقة هذا أصل الطهارة منين جبناه إذا واحد قال منه قال الأصل في الأشياء الطهارة هناك عدة روايات رواية معروفة يرويها أمار الساباطي يعبر عنها بالموثقة أمار كان كما يقال فطحية وعليه رواياته من قدر نعتبرها صحيحة لكن كان صادق وصفه علماء الرجال بأنه لا يكذب ثقة فنعتبر رواياته موثقة الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقط قذر أو فقط قذر وما لم تعلم فليس عليك هذه الرواية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقط قذر أو فقط قدر وما لم تعلم فليس عليك هذه الرواية تعطي كليا كل شيء نظيف حتى تعلم ما دام ما تدري تعتبره طاهرة ونكرر هاي السؤال اللي قبل شوية طرح النسبة إلها تأثير لا ما لها تأثير قلنا له تسعين بالمئة يظن ظن قوي جدا أن هذا الشيء نجس لكن في احتمال أن يكون طاهرة عشر بالمئة خلص يبني على طهارته هذه رواية وصفت بالموثقة رواية أخرى أيضا لعمار هو نفسه أيضا موثقة مضمون الرواية يسأل الإمام عليه السلام يقول ما معناه غسلت أو رجل عنده ماء غسل توضع منه غسل به ثوبة اغتسل منه ثم رأى فيه أو رأيت فيه فأرة وقت اللي غسل نفترض بالليل كان ظلم الدنيا عنده طشت بيه ماء توضى منه اغتسل غسل ثوبة الصباح اجيه شاف اكو بيه فأرة ميتة وهو حاطهم في الرواية متسلخة متسلخة الفأرة الإمام عليه السلام يجيبه بما معناه أنه أن علمت كنت علمت بوقوع الفأرة فيه ثم توضعت واغتسلت غسلت ثوبك فعليك أن تعيد وضوءك وغسلك وصلاتك وأن تطهر ثوبك لأن هذا الماء متنجس وهذه الرواية الفقهاء يستدلون بها على أن المتنجس الأول ينجس ليش لأن هي الفارة عين النجاسة ميتة فالماء اللي صاير فيه متنجس أول الحين هاي نقولها إن شاء الله فهذا الماء متنجس أول بعدين هو قام بهالماء توضع ونخلي الوضوء والغسل غسل ثوبة الإمام بالرواية يقول له هذا ثوبك رض طهرة هذا الثوب لاقاه الماء المتنجس الأول الإمام بالرواية يقول له ثوبك طهرة الثوب متنجس ثاني فالإمام يقول له طهرة زين تكملة الرواية اللي هو سؤال الحجي وإن لم تكن تعلم جئت توضيت اغتسلت اغسلت ثوبك ثم رأيت الفأرة فلا شيء عليك فلعلها وقعت في ذلك الوقت هذه الفأرة من يقول من أول كانت طايحة بالماء يمكن عقوب ما توضيت اغتسلت اغسلت ثوبك يمكن الفأرة بعدين طاحت فهذه اخو اذا قالوا اذا يمكن بعدين هاي اللي يمكن الريد نطلع منها قاعدة الطهارة نقول احنا نبني على طهارة الماء من يقول كان نجس وقت اللي اغسلنا بالثوب الأصل الطهارة هذه رواية ثانية قلت لعمار التسلخ قد يكشف عن ذلك الامام عليه السلام اعطى الفرضين تدري يعني حصل لك علم من هذا التسلخ للفأرة انها كانت موجودة يعني ممكن هو عقوب ما توضى واغتسل وغسل ثوبه عقوب يومين شاف الفأرة شاف هم وتسلخ يمكن بعدين طايحة وتسلخ بهاليومين في احتمال زين رواية ثالثة صحيحة مموثقة صحيحة صحيحة زرارة مضمونها قلت له عليه السلام الدجاجة او الحمامة تطأ في قذر ثم تطأ ثوبي تمشي على ثوبي دجاجة حمامة بالبيت مشت رجلها صارت بشي نجس وركضت اجت عندي ثوب محطوط صارت رجلها على الثوب قال عليه السلام إن كان شيئا هذا الشي اللي صار على ثوبك كان شيئا يستبين مبين فاغسله قذر وصار على ثوبك وإن لم يكن شيئا يستبين فلا شيئ عليك إذا ممبين شيء طالعت الثوب ما شفت شيء خلص اعتبر طاهر من هالرواية طلعوا أصل الطهارة ما دام ممبين شيء اعتبر طاهر هذا رح نقول إن شاء الله الآن هالشكل قاعد نفترض رواية رابعة معتبرة الآن يمكن حماد بن عثمان يرويها أو حفص حفص بن غيات يمكن عن الإمام لعله الإمام الصادق عليه السلام يرويها عن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه قال ما أبالي أبول أصابني أم إذا لم أعلم أكو سائل صار على ثوبي كثيرا ما تصير الشكل قضية واحد يمشي تحت البيوت تحت العماير يشوف شين صب عليه من فوق شين وهذا ما يدري بول ماي الرواية المعتبرة أمير المؤمنين عليه السلام ما أبالي أبول أصابني أم إذا لم أعلم أبني على الطهارة من يقول هذا السائل اللي نزل من فوق نجس لا أعلم رواية أخرى الماء كله نظيف حتى تعلم أنه قذر الماء كله نظيف حتى تعلم أنه قذر زين هذه عدة روايات وكلها معتبرة من حيث السند بعض هالروايات جاي بموارد مخصوصة يعني مثلا الرواية الأولى اللي كل شيء نظيف هذه فيها عموم كل شيء أما مثلا هالرواية الماء كله نظيف حتى تعلم إذا واحد قال هذه الرواية تتكلم عن الماء ما حشت عن الأشياء الأخرى إذا شفنا ماي وشكينا أنه طاهر أو نجس نعتبر طاهر أما كل شيء من يقول إلا أن يدعي مدعين أنه هذا مثال الماء ذكر كمثال وإلا غيرها من نفس الشيء أو مثلا ذي الرواية مالة الفأرة قد واحد يقول هذه شغلة خاصة ماي ورؤية فيه رؤية فيه فأرة أو شككنا هل هذا الماء طاهر نجس وقت اللي غسلنا الثياب الثياب اللي غسلناها بيه طاهرة أو لا هذه هم شغلة خاصة فأرى طاحت بماء ومن أدري متى سقطت والثوب نبني على طهارته إلا أن يدعي مدع أنه هذا مجرد مثال يعني ما لها خصوصية الفار والماء أي شيء آخر أي شيء آخر يشمله يعني لو كان قدنا دهن أو واحد استعمله لهالدهن يومين ثلاثة أو صار على ثيابه على جسمه عقوب يومين ثلاثة لقى فيه شيء ميت نفس الكلام ممكن نقوله يعني ما نخصص هالقضية بالماء كذلك ما أبالي أبول أصابني أم إذا لم أعلم قد واحد يقول هذه شغلة خاصة إذا سائل من السوائل شككنا أنه بول أم ماء نبني على الطهارة من يقول يشمل الأجسام الأخرى الصلبة غيرها أيضا نفس الكلام يجي فيه أموما هذه الروايات اللي فيها أمومية الرواية الأولى كل شيء النظيف البقية فيها شبهة الخصوصية أكو مشكلة ثانية وهي أنه هذه الروايات ممكن ما جاي تتحدث عن قاعدة الطهارة ممكن قعد تتحدث عن الاستصحاب يعني هذا الماء اللي بطشت فرضنا اللي طاحت فيه فارة قبل ما تطيح الفارة قبل يومين ثلاثة كان طاهر ندري بي طاهر ونشك يوم اللي غسلنا الثوب فيه وتوظينا واغتسلنا كان قد كانت الفارة قد سقطت فيه أم لا فنستصحب عدم سقوط الفارة فيه أو نستصحب طهارته إلى أن اغتسلنا وتوضعنا مثلا يعني مو معلوم هالرواية قعدت تتكلم عن قاعدة الطهارة ممكن قعدت تتكلم عن استصحاب الطهارة كذلك بالنسبة للدجاجة والحمامة اللي داست في القذر واجت على الثوب أنا أشك صار على ثوبي شيء من القذر يمكن لما يداست ومشيت رحم رجلها هذا الشيء اللي داست فيه فالثوبي كان طاهر قبل ما تدوس عليه الشك أنه تنجس استصحب طهارته فمن الممكن في عدة من هالروايات تكون القضية مرتبطة بالاستصحاب مو مرتبطة بقاعدة الطهارة يعني هذه إشكالات تورد على الروايات زين الآن هذه الروايات الموجودة ممكن بعد واحد يلقى غيرها بس العمدة ذيك الرواية الأولى كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر هي حتى ذيك الرواية هم أكو حتي شوية بالنسبة سندها في راوي مشككين في صعير بحث هناك محاولة لتعديل وضع الرواية إذا الفقهاء بانين على الأصل هذا خلص الروايات مشيها وبالنتيجة يفتون بقاعدة الطهارة يقولون القاعدة هي الطهارة حتى يثبت العكس هناك محاولة أخرى يعني ممكن واحد يقول هذه الروايات قسم منها خاصة بموارد قسم منها تحتمل الاستصحاب ذيك الرواية الأولى أكو حتي شوية في السند ما في حل ثاني هناك محاولة أخرى وهي أنه إحنا اللي شفنا أن الأيمة عليهم السلام يحددون الأشياء النجسة يعني يجون يقولون مثلا هذا الشي نجس هذا الشي نجس ما يجون يقولون خلن أدلكم الأشياء الطاهرة الأشياء الطاهرة لا عدة لها ولا حصر ما لها حساب يجون يؤدون النجاسات فلما عدلنا النجاسات إحنا نفهم من هذا الكلام أنهم عليهم السلام حددوا لنا القضية الأشياء النجسة هذه البول الدم الكذا الكذا أما غير هذا اللي ما قالوا خلص البناء على الطهارة الريد انطلع من طريقة كلام الأئمة عليهم السلام لما تعرضوا لتبيان الأشياء النجسة نفهم من هذا الكلام التحديد كأنهم عليهم السلام حددوا حطوا الأشياء النجسة هذه غيرها معنى هالكلام مفهومه أنه غيرها يعتبر طاهرة زي ليش ما قالوا فلان شي طاهر وفلان شي طاهر هذا ما لحساب الآن إحنا هنا قاعدين إش قد أشياء أكو هنا في المسجد بالمسجد هذا أكو تشاديش إش كثر ثياب إحنا لابسين عشرات الدشاديش الفراش الموجود الأضوية الموجودة الكتب الموجودة غير ذلك هذه مئات الأشياء آلاف الأشياء الإمام ما يجي يقول هذه الفنكة طاهرة والقلوب طاهر والدشداشة طاهرة والقلم طاهر والنظارة طاهرة هاي شي خلصها الإمام عليه السلام يذكر أن الأشياء النجسة لأنها محدودة محدودة فمن حددها نفهم من هذا التحديد أنه خلص بقية الأشياء طاهرة هذه مخش طريقة زين هناك كلام إحنا لما نشك في طهارة شيء ونجاسته أي شي كان مر نشك بنجاسته وطهارته الذاتية ومر نشك في النجاسة والطهارة العرضية يعني شنو ذاتية وعرضية ذاتية لو فرضنا فلان شغلة إحنا أصن من أدي هذه هالشغلة الله عز وجل الشرع ما اعتبرها نجسة لو ما اعتبرها طاهرة لها أمثلة عرق الجنوب من الحرام بخلاف بين الفقهاء واحد أجلكم الله مجنب من حرام قولتهم مستعمل العادة السرية مستمني أو زاني أو أي شيء أجنب من حرام وعرق هذا عرق طاهر لو نجس شكينا عرق الإبل الجلالة الإبل إذا صارت جلالة أكو كلام أن عرقها نجس وقد يقال طاهر فيه كلام عصير العنب إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه حرام شربة إذا عدنا عصير عنب وغلى وبعد الثلثين منا ما راحوا شربه حرام أكيد بس نجس لو طاهر هالشغلة بذاتها نجس لو طاهرة المسوخ بشكل عام أكو هناك حيوانات الروايات قالت إنها مسوخ أجل لكم الله القرد الخنزير الخنزير هو عين واضح نجس الخنزير والكل القرد هم من المسوخ وجعلنا منهم القردة القردة والخنازير مسخ الدب وارد عندنا أنه مسخ الأرنب مسخ الطاوس في بعض الروايات أنه مسخ ولو شكل جميل لكن وارد أنه من المسوخ فهناك كلام أن المسوخ طاهرة أو نجسة بذاتها هذه أشياء يشك في طهارة في نجاستها ذات وأكو أشياء لا هي طاهرة احنا ندري الدشداشة طاهرة ما فيها شيق ماش أي الدشداشة أميز غاسليها طاهرة بس نشك صارت عليها نجاسة لو ما صارت يعني نشك في نجاستها العرضية ولا هي بذاتها طاهرة واحد يقول والله ما أدري صار على أهل فراش شيء نجس أو ما صار أيدي مست شيئا نجس أم لا هي أيدي طاهرة بذاتها بس ما يدري تنجست لو ما تنجست هنا الشك في النجاس العرضية إش لون نقول عندنا نجاسات وعندنا متنجسات إذا واحد يريد يدقق في الكلام وفرضه هناك أجل لكم الله كلب أو ثوبهم هذا الكلب لعق ثوبه شيء يقول هذا الكلب نجس أو دشداشتي متنجسة ما يقول دشداشتي نجسة هي الدشداشة بذاتها مو نجسة الكلب بذاتها نجس أكو دم وصار على ثوبه يقول الدم نجس والدشداشة التي أصابها الدم متنجسة فإحنا مرة نشك في النجاس الذاتية للشيء ومرة نشك في النجاس العرضية هل قاعدة الطهارة تشمل كل الموردين هذا إن شاء الله يأتينا غدا ونشوف بعض الكلام وصلى الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة